مرحبا للجميع وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد اليوم مع رولاند اليوم الفيديو هيكون موضوعه كيف ممكن نقدر ارفع شوي من تبع الموجودة عندي بالجهاز اذا عندي مثلا صوته منخفض كيف ممكن نقدر نرفعه هلا هو في اكتر من لهذا الموضوع او في اكتر من خاصية ممكن نستخدمها ولكن اليوم هنعمل الشكل المبسط او الطريقة الاسرع والمبسطة ان يقدر ارفع من صوت معين فبحب اجعل اذكر ونوه انه الفيديوهات اللي عبتنعمل هي بس مبادرة شخصية اه كنوع من شخص مقتني للجهاز عم بحاول يساعد المستخدمين فيها ولا امثل اه شركة رولاند اه خلينا ننتقل للفيديو اذا عندي انا على سبيل المثال هيدا الاقاع اللي هو اه موجود عندي بالجهاز فاذا مسلا بدنا نشوف الصوت طبعه بالوقت الحالي هيدا تقريبا اه ارتفاع الصوت اللي عنا موجود هلا الخاصية اللي هنشتغل فيها هي من وين اه اختار الاقاع طبعا انا مثلا عندي اخترتوا الاقاع صار موجود عندي هون منين مندخل ونحن بالاقاع بالصفحة اللي نحن مختارين فيها الاقاع فيه زر اللي هو اسمه اوبشنز بندخل على اوبشن فيه شي اسمه خاصية الميكب تولز اللي هي موجودة عنكم هون الميكب تولز بس نضغط عليها طبعا فتح لي شاشة اللي شايفينا هيدا هي شاشة هي كل المكونات اللي قاع من شو مكونة من دروم كيتس والاصوات الاكورات البيس وتلقائيا اول ما تشغلوها هتلاقوا هون الصفحة اليمين عنكم كمان تغيرت فصار كل ما انا اقلب اذا بتلاحظوا هلا هون كل ما اغير انا هون بتتغير البراميترز عندي على الجهة اليمين اذا لاحظتوا حسب خاصية كل اوبشن ففي عندي هون الصفحة الاولى وفي عندي الصفحة التانية والتالتة يعني هيدا الاقاع نكون من كل هالكومبوننس اللي انتو شايفينا هلأ الطريقة الاسهل والامثل الموجودة عندي انا هون اا انو ندخل على شي اسمه هو الكمون اا هلا قبل ما ادخل بس خليني اعطي تنويه سريع على الصفحة اليمين هتلاحظوا انتو عنكن هون مسلا الصفحة هون اول واحد هو الوريانتل اللي هو الكت المستخدم هون يفيكن تشوفوا التفاصيل طبعه وقديش الفوليوم طبعه مئة وسبوع وعشرين هو اعلى فنحنا الكمبوننس الداخلية هون اردي تقريبا مرفوعة انا كون البركاشن ميوت ازا بك تعملوا دروم ميوت وتقفر هون فيكن تعدلوا انتو بالبراميتر سهلا طبعا ينصح اذا شخص ما بيعرف فيهن ما يعدل وانا شخصيا ما كتير عندي فكرة فيهن فانا عادة ما بشتغل فيهن اا بلجأ الى الطريقة الاسهل اللي انا اتعرفت عليها بالجهاز اللي هي لنا من خلال الكمون اول ما اكبس الكمون الكمون عندي فتح لي صفحة جديدة اذا لاحظتو الصفحة هاي دي اعطيني الستايل فوليوم والتمبو هلأ مبدئين انا هادي الاثنين اكتر شيء اللي بهموني بالوقت الحالي اذا لاحظتو البيلت ان معمول نيجاتف توينتي او ناقص عشرين فانا هلأ هفاجيكم مع ناقص عشرين ولما نبلش نحن نرفعه كيف ممكن نرفعه هلأ كيف الطريقة ممكن نرفع فيها يا اما طبعا بس نضغط عليها حتى تكون خلاص متحدد في ارفع بالفاليو هون اذا لاحظتو او بنقص تمام طبعا احنا هاو ما نرجع للصفر فبتكون بالبلس تغيط ما اجعل للصفر بتكون بالبلس او في الابشن التاني اللي هو عنا نحنا البالانس نوب بس اهم ما شئ تتذكروا ان كل ازم تضغطوها ضغطة بالاول حتى سيطور تتحكموا بالفوليوم فهيدي نحنا التو اوبشنز اللي عندي نرفع الصوت فخلينا نعمل دمو هلأ كيف هيتغير الصوت عنا هيدا طبعا الصوت شغال هلأ على ال 20 نيجاتف 20 ولو سمحتو حاولوا انكم ترقبوا الصوت كيف هيصير اعلى بس نشتغل موسيقى 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 ما بعرف ازا قديش ظهرت عنكن بس تقريبا نحنا صارت عنها هلأ لرفعنا الى 127 اللي هو على شي تقريبا طبعا ينصح اهم ما شئ تنتبه انه اذا ترفعوا صوت الاقاعات كتيري بك تنتبهوا للبالانس هنجح نحكي عننا ان شاء الله حتى ما تأثر على الاسواق على السماعات تبع الجهاز فرضا انا هلأ رفعتها خلاص بدي سيفها هنعمل اوبشن سيف وحدد وين انا بدي سيفه طبعا انا عندي كان مسيف بشي اسمه تست فولدر انا هنقلها هلأ على فولدر تاني هنسميه stand alone وحنسميه هنحطله الenter هيفتح لهيدي الصفحة هنسميه نحنا طبعا ننتقل بالكيرسر من هون هيدا gypsy one طبعا انا هنقل له delete هيدا وحنسميها gypsy letter capital letter لنقول t تمام نختار هون الاحرف هي تمثل هيدا الصفحة تمثل نفس الصفحة هون ومنعمله execute بمجرد ما نعمله execute هلأ صار عندي انا متسيف برجع x للاخر ومنرجع للصفحة اللي عندنا اذا انا هلأ برجع الاقاعة الاساسي كان عندنا بالتست gypsy one تمام كان هيدا صوته وحندخل على الاقاعة اللي انا عدلته تنشوف كيف صار الصوت عندنا اتوقع انكن صارت واضحة عندكم كيف صار الصوت اعلى بكتير هيدا اذا في حالة طريته شي مرة انكن اتعدلوا الاقاعة عندكم فحتلاحظوا ان الاقاعة ترفع كله سوا بطريقة معينة حتى الاكورات والcomponents تبعوه بيانت بشكل افضل طبعا التكنيكا الاكتر انك تشتغل بالcomponents component component هيدا هي الطريقة المبسطة او الاسهل انك تقدر ترفع الاقاعة بطريقة سريعة فتنكو سوم ماش على المشاهدة وتابعونا بفيديوهات جديدة ويعطيكونا الفعافة وما تنسونا بالسبسكرايب والفولو باي باي